والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا هنا أصل مهم يعني ينبغي أن تبهل خاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا يقنط الناس مهما كانت الذنوب لا يقنط الناس من رحمة الله مهما كانت الذنوب لا يقنط الناس الله جل وعلا قال قولا بينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر نعم الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الذنوب جميعا لا يقنط أحد من رحمة الله مهما كان ذنبه كفر شرك ردة لواط زنا أيًا كان باب التوبة مفتوح من تاب من ذنب أيًا كان الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه باب التوبة مفتوح باب الجنة مفتوح باب الرحمة مفتوح من تاب صدق مع الله أيًا كان ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته الله جل وعلا تواب يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة لا يتعظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب ولهذا لا يقنط الناس الذين خدوا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين انظر جريمتهم ما أشنعها وأعظمها ذكر الله في السياق التوبة النصارى الذي نسب لله الولد وادعوا الولد مع الله هذا من الجرم من أعظم ما يكون وأشنع وأشد من هذا دعاهم الله إلى التوبة لا يقنط أحد لا يقنط أحد من الرحمة والتوبة بل باب التوبة مفتوح مشرع ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه قال التحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره أكمل وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره ترجمة نانسي قنقر